اشتركوا في القناة اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مستهل الجلسة على ان ابناء البحرين هم عتاد الوطن في مواجهة كافة التحديات بما يتسمون به من وعي وتعامل حضاري مع مختلف المستجدات العالمية وهو ما يعكس الروح البحرينية الاصيلة وتشهد لها المواقف الثابتة التي صنعها المواطنون الكرام وستبقى البحرين بحفظ الله ثم بفضل جهود الجميع ارضا للمحبة والخير كما سطرها التاريخ عبر الازمان ننعم فيها بالامان والوئام منوها جلالته الى ان مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 والتغلب عليه ليس بتحدي نواجهه محليا فقط وانما هو ازمة يواجهها العالم باسره وكلنا ثقة في ان مملكة البحرين قادرة بتكاتف ابنائها على تخطي هذا الفيروس وقد اطلع جلالة العاهل رعاه الله على عرض نتابع جلالته من خلاله الجهود المبذولة للتصدي للفيروس حيث جاءت نتائج تحاليل الفحص عن الفيروس سالبة لما مجموعه 2225 حالة ثبت خلوهم من الفيروس بينما تخضع للعلاج حالتان فقط حيث تمنى جلالة الملك رعاه الله لهما تمام الشفاء والعافية كما اطلع جلالته حفظه الله على التطورات العالمية لانتشار فيروس كورونا وتمنى لجمهورية الصين الشعبية وجمهورية ايران الاسلامية والدول الاخرى تخطي تحديات فيروس كورونا واثنى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على المساعي الحثيثة والجهود الانسانية الوطنية النبيلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بروح فريق البحرين الواحد من سلطة تنفيذية وتشريعية ومؤسسات قطاع خاص واهلي ومواطنين ومقيمين منوها جلالته بان فريق البحرين اثبت جدارته وتفوقه امام التحديات التي تواجهها المملكة بما يعزز من الجهود المخلصة التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الجميع متطلعا جلالته الى استمرار هذه الجهود المباركة لصاحب السمو الملكي ولي العهد لتحقيق الاهداف المنشودة كما اعرب جلالته وحفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة شؤون الاعلام وادارتي الاوقاف وكل فرد يسهم في حفظ سلامة البحرين وصحة شعبها الوفي ومن يقيم بها ويضع مصلحة المواطن والوطن اولا وفوق كل اعتبار الى ذلك فقد اعرب حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدة عن تأييد مملكة البحرين الكامل ودعمها للاجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية المعتمرين وزوار المسجد النبوي من فيروس كورونا ومنع انتشاره لما تمثله هذه الاجراءات من دعم بين لجهود الدول والمنظمات الدولية في وقف انتشار الفيروس ومحاصرته داعيا جلالته الى تكثيف التنسيق والتعاون خليجيا وعربيا واقليميا لمزيد من الاجراءات الفعالة لمنع انتقال وانتشار هذا الفيروس معربا جلالته عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة الاسعود حفظه الله وصاحب السمو الملكية الامير محمد بن سلمان الاسعود ولي العهد على الدعم المتواصل لمملكة البحرين كما وجه جلالة الملك المفدة الى اهمية ان تحافظ الدولة على مسيرة عملها وبرامجها دون ابطاء او تأجيل بسبب هذه المشكلة العالمية ونوه جلالته الى ان الوضع الصحي العام في مملكة البحرين مستقر وستواصل المملكة جهودها عبر الحملة الوطنية التي تقوم بواجبها الوطني على كافة الاصعدة لمنع انتشار الفيروس واننا على امل ان يزول انتشاره في وقت قريب باذن الله كما وجه جلالته الحكومة الى رفع الطاقة الاستيعابية للعلاج مع اهمية توفير اقصى درجات الراحة وتطبيق اعلى معايير الجودة والرعاية الصحية للذين يتلقون العلاج وانه بحمد الله يتمثلون للشفاء منوها بفاعلية الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها وقد رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالغ الشكر والتقدير على ما يليه جلالته من حرص ومتابعة للعمل الحكومي وما ترتب من اجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة عبر الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 مؤكدا سموه بانه سيتم العمل بشكل فوري على رفع القدرة الاستيعابية من قبل الجهات المعنية ومضاعفة العمل بما تقتضيه المصلحة الوطنية للتغلب على كافة التحديات لتحقيق الاهداف المنشودة